بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي وطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نشرح يونت 22 كتاب النحو للمرحلة الأولى فبهذا اليونت راح نحكي عن الول والشل نعيد يعني كلامهم مرة أخرى يعني راح يشرح بعد أكثر وهنا عايد نفس المعلومة اللي ذكرناها احنا باليونت السابق ويقول وإحنا ما نستخدم الول to say something has already arranged or decided الشي اللي احنا مقررين من قبل ومحددين ما يصير نستخدم الول فقال ليزا is working next week بحط مظهر عمستمر لاستخدامها للمستقبل شون السبب اللي أنه محدد وقت فهذا ينبهك على هاي المعلومة راجع نوفش قايل لك يقول لك we use will to say that we now believe the future not we have already decided الشي اللي احنا عرفناه بالجديد الشي اللي جديد صار ومو تخطيط مو مستقبل نستخدم دائما لحنا الول وهذا هي أمثلة كثيرة يقول they have been a long time when they return من رجعوا they find a lot of change وليقوا هو هاي تغييره طبعا لأنه تغيير فشي جديد يعني فراح نستخدم الول فتشوفون هذو كليد الول شوفنا يقول لك مقارنة خاف الأستاذة يقول لك سوي لمقارنة بين الجملتين I think James is going to the party on Friday رايح للحفلة بيوم الجمعة الجملة الثانية قال لك I think James go to the party on Friday نفس الشي بالضبط الأولى حاط قومت الثانية حاط لكول وقال لك شن الفرق الجملة الأولى قال I think he is already decided to go هاذي الكريشة ريتها تنحفظ هاي الكريشة ريتها تنحفظ I think he has already decided to go هو من زمان مقرر أنه يذهب طبعا هذي go ممكن نجيب لك play حاط لك play بس تشيل القوت حاط لك play study eat أي شي بس تحط لها هذا الفعل نفسه جملة نزليل هي الجملة الثانية قال لك I think he will decided to go الجملة الثانية قال هو يريد يقرر يروح إذن I will go أنا سوف أذهب بمعنى أنا رح أقرر وإن شاء الله أروح هذا هو الفرق بين الجملتين هذا كلش مهم هذا الموضوع ركز لي على الفرق يجيب لك السؤال compare what's the difference ما هو الفرق بين الجملتين أو هذه الأمور فإنت شلون الجاوبة طلاة من الأعزاء كل شي ما تسوي بس تغير لهذا الفعل اللي أنا خلي لكيها بالأصفر هزي خليت لكيها بالأصفر هذا جاب لك go حط لك go جاب لك play حط لك play شي يجيب لك خلي يجيب لك هذا بالنسبة لنقطة بسي أي أي بالنسبة لنقطة بي إحنا أخذناها بذيك المحاضرة وانطينا لكم هذين الكلمات وذين الكلمات دائما يجينا ويلول وانتهى الموضوع أيضا الهوب وياهنهم هم يجو ويلول فمثلا هنا عندي بهذه الجملة لا تتصلين بأمي she is busy الآن هي مشغول she busy يعني مشغول طيب وطبعا الشل i والشل we احنا أخذناها بأن الشل تجوي الشل وانطيك امثلة i shall أو we shall ما بي أي شي يعني الملاحظة the negative of shall is shall not or shunt نفي shall not هي shunt will will not won't هذا أيضا للمعلومة وآخر شي ملاحظة كلش مهمة ركز عليها قيل لك الشل ما يصر نستخدم هوية هي والشي والإت والي والذي الشل ما يصر استخدم هوية ذول دير بالك عليها الشي الشي والهي والشي والإت والي والذي تاخذ دائما بهالحالة الوال الشل ما تجيني غير بس مع الاي والوي اشتركوا في القناة